اهلا بكم معاكم مستر نبيل نوار وان شاء الله ناخد مع بعض القصة المكررة على الثالثة السنة اللي هي Prisoner of Zinda وانا اعمل حاجة تساهل عليكم شوية انو في كل شابتر جديد انا اعمل characters او الشخصيات اللي فيه كل شخصية بلون مختلف كل لون بيدل على الشخصية يعني بمعنى ان الشخصية مثلا رودول فرسند اللي هي بلون الاخدر دي number one رودولف في الشابتر ده كل قوتيشن او كل جملة هيقولها هلاقيها باللون الاخدر التانية مثلا روز باللون اللي هو البنفسي جدا هلاقيها كل جملة بتقولها بنفس اللون وهكذا في الحداشر الشخصية اللي قدام دي طبعا الشخصية بتاعتنا دي بداية القصة بتاعتنا I was eating breakfast هنا بطل القصة بتاعنا اسمه رودول فرسند اللي بيحكي يقول انا كنت باكل فطار in the dining room of my brother's house كان باكل الفطار في غرفة الطعام في بيت اخو one sunny morning كان في يوم مشمس thinking about what I would do that week بيفكر هامل ايه في الاسواد when my brother's wife لما امرد اخو روز اسمها روز came into the room دخلت القوضة هنا روز هتتكلم زي ما اتفقنا روز هتبقى بتتكلم بلونه بنفسك اللي قدبنا ده بتقوله رولولف you are 29 بتقوله انت عندك يا رولولف 29 سنة years old she said بتقول are you ever going to do anything useful انت مش هتعمل حاجة مفيدة في حياتك هنا بيرد عليها رسندل او رولف رسندل ضبطة القصة بتاعتنا روز هنا بيكلمة بلها I answered رد عليها putting down my x bone حط المعلانة اللي كانت في ايدو why should I do anything انا ايه لي خليني اعمل حاجة I have nearly enough money انا عندي فلوس كفاية to do anything I want to عشان اعمل حاجة اي حاجة انا عاوزة no one ever has quite enough money to do that محدش هابقى مع الفلوس الكافية دي هو ابقى محتاج انه اعمل حاجة of course and I enjoy an important position انا عندي مكانة متميزة in society في المجتمع ايه المكانة بتاعته دي هيقول لنا اهو my brothers lord perlesden بيقول لنا اخويا لقبه lord perlesden ده مش اسمه لا ده لقبه او مكانته في المجتمع and you are a countess وانتي countess هنا بتكمل rose وبتقطعه but you've done nothing except بتقوله انت ما عملتش حاجة غير ان انت be lazy بقول لها اهو انا يستي كسول it's true عنديك حق i'm a member of the rasindl family انا عضو او فرض من عيلة rasindl and our family don't need to do things والعيلة دي مش محتاجة تعمل حاجة عشان هم مشهورين هم اغنية وكده this annoyed rose الكلام ده بقه زعل rose اللي هتقرب له بالضبط كده مرات اخوه او ممكن اقول عليها sister in-law because her family عشان اسرتها were rich كده غنية but less important than the rasindl's بس اقل اهمية اقل لما كان في المجتمع من عيلة rasindl at this moment في الوقت ده my brother lord burlesden اخوه طبعا اللي احنا قلنا لقبه lord burlesden who we were happy to call simply robert ان احنا مبسوطين او بنكون سعادة لما بنقوله ببساطة كده robert ونديله باسمه يعي came into the room دخل الاوضة robert the rose بتكلم i'm so happy you are back and i'm so happy you are back she cried i cried rose rose بتكلم بسوط عالي what's the matter my dear ايه حبيبتي فيه ايه المشكلة robert asked her robert بيسال مراتو ليها rose راسندل بقى ارد she's angry بزعليه ناسي because she thinks i don't do anything i explained to my brother انا بطيت افسر الاخوي at this point في الوقت اده i should explain لازم افسر that i had not been lazy all my life ان انا مش طول حياتي ماضيها كاسة يعي i had studied انا درست hard او ذكرت بكت and learned تعلمت a lot when i was at a german school and a german university ينفهم من كده ان دراست كلها مرتبطة باللغة الالمانية درس في مدرسة المانية وفي جامعة المانية i spoke german انا بتكلم اللغة الالمانية as well as i spoke english زي الانجلش بالضبط هو طبعا راسندل من england من انجلترا اللي طبعا لغة الاسية بتاعتهم من الانجلش هو بيقول انا متميز في اللغة الالمانية دي زي بالضبط مانا كويس في الانجلش and i also knew كنت تعرف how to speak french زي كان فرانساوي italian italian and spanish يعني نفهم من كده ان هو بتكلم خمس لغات german والانجلش طبعا لغته الاساسية with french italian spanish خمس لغات i was good with a gun انا بعرف استخدم السلاح بمعنى مسان مسدس and a strong source man وبوقيت استخدم السيف بس استخدم السيف كويس يعني i was also very good at riding a horse وبعرف اركب الخيل it's not just your red hair that makes you different from your brother داروز بتكمل بتقول له لا انت مش بس الشعر الاحمر اللي بيميزك عن اخوك لاني راسندل كان لون شعره احمر ودي كانت حاجة مميزة بالنسباله said rose he also realized اخوك يدرك his position in society لمكانته في المجتمع has responsibilities عليها مسئوليات you only see opportunities in yours انت بس ما بتشوفش غير مصلحتك او ما بتشوفش غير الفرص هنا رد عليها بقى راسندل بيدفع نفسه to a man like me لواحد زي opportunities are responsibilities الفرص الفرص في حدثتها مسئولي i explained بيفصر له good because i have some news for you انا جاب لك اخبر said rose بتقوله sir jacob brodale في شخصية اسمها sir jacob brodale tells me بيقولي he will offer you a real opportunity بما انت سيدي تحب الفرص بما انت سيدي تحب الفرص انا او sir jacob brodale ده جاب لك فرص حقيقية he's going to be an ambassador هيبقى سفير ambassador يعني سفير in six month time في خلال ستشور and he says بيقول he's happy for you to work for him هيبقى ممسوط قوي ان انت تشتعل معي i hope you'll take this job brodale انا اتمنى ان انت تاخدوا الوظيفة دي يا راضوف my sister-in-law هنا بيشرحنا بقى راسندل بقول المرات اخوية دي has a way of asking people لها طريقة كده انها تطلب من الناس يعني to do things which is impossible to refuse مستحيل ترفض يعني مقنعة جدا يعني moreover وفوق كده او علاوة على ذلك i thought this job sound quite interesting انا شاف الوظيفة دي interesting شيقة so i said قلتلها if in six month لو في خلال ستشور time i'm in possession to take this job انا يسيتي هياخدوا الوظيفة دي then i'll certainly say yes هقول yes انا موافق ايا او رودولف how good of you said rose روز طبعك ات مبسوطة منه اوي انه وافق على العرض ابتاحها دا where will he be working راسندل بيسأل ابو الله طب سير جايكوب دا يشتغل فين i asked بسأل هنا ردت عليه روز تقوله سير جايكوب doesn't know مش عارف which country it will be مش عارف هو يشتغل فانه بلد but he is sure هو متأكد it will be a good MC هو متأكد انها تكون سفارة كويس راسندل بيكمل بيقول لا for you عشانك انت يا روز i will do it انا هقوم بالوظيفة دي even if it is a terrible MC حتى لو كانت سفارة بشعة حتى لو مكنش سفارة الدكده i replied ردت عليه now i had made my promise to rose هنا راسندل بيقول انا دلوقتي وعدت rose but there were still 6 month لسه في 6 شهور to go لانا اروح before the job would start قبل ما الوظيفة دي تبدأ and i began to think about what i could do in this time يعني لسه بيقول ان عندي متسعة من الوقت يعني 6 شهور كتير قوي فانا تفكر في حاجة اعملها في فترة دي i decided that i would visit Rorytania قررت ازور ريتانيا وهنا بيفصر لي ايه ريتانيا دي a small country هي بلد صغيرة in the middle of Europe فمنتصف اوروبا my family have always had an interest عيلتي او اسرتي طول عمرها لديها اهتمام in that country بالبلد دي because ليه بقى in 1733 في السنة دي countess amelia راسندل في حد من افراد عائلة راسندل تقرب لراسندل يعني اسمها countess amelia راسندل married a member of the Rorytanian royal family الشخصية دي اتجوزت فرض من الاسرة الملكية في الريتانيا اسمهم ايه؟ دي اسر الاسم الاسرة الملكية في الريتانيا the elfbergs ناخد بلنا من الاسم ده كويسا in fact my brother has paintings اخويا عنده ثور يعني اخو راسندل اللي هو روبرت عنده ثور of her and her descendants واحفادها on his walls ده طبعا من كتر اهتمامه بالناس دي many of them معظمهم have the same red hair عنده الشعر الاحمر and straight noses والمناخير المستقيمة دي as the elf birds زي بالظبط المصطفات باعت I'm the latest one انا اخر واحد to have the appearance يبقى عندي المظهر of the rotinian royal family راسندل طوام بكامع نفسه بيقول انا اخر واحد عندي نفس المصطفات بتاعت الاسرة my decision was helped انا طبعا قراري ده اتشجعت ان انا اقوم به اكتر a few days later بعدها بكام يوم when I read in the times newspaper لما اريد في جريد the times that Rodolf the 5th شخصية تانية اسمع Rodolf the 5th was to become هيصبح king of rotinia in next 3 weeks في خلال 3 اسابيع and that amazing celebrations والاحتفالات الرائعة دي were planned متخطط لها for this joyous occasion المنسبة الرائعة دي I thought how fantastic it would be انا قلت ادي الاحتفال رائعة to see such an event ان اشوف الحدث اليميل ده and began to prepare for my journey يعني راسندل عايز يروح رائعين يدي عشان يحضر الحدث تاعت تتويق الملك I don't like to tell people where I go on my travels انا ما بحبش اقول الناس انا رايح فين فرحالتي راسندل طبعا من نوع الكتوم شوي So I told rose قلت لروز that I was going walking in the alps انا رايح هتمشى في جبال الالب طبعا مالهاش الحية I didn't want her to think I was being lazy either انا مش عاوزها تاخد عني فكرة ان انا لسه كسور So I told her قلت لها ابقى I was going to write a book انا هكتب كتاب about social problems عن مشاكل المجتمعية in the country في البلد امت روز رادت عليه you're going to write a book اذا انت تكتب كتاب that would be such a good thing to do تي حاجة ممتازة تقوم بيها wouldn't it Robert مش كده ولا يا رابرستيب تسأل جوزة طبعا said rose yes indeed ايوه فعلا writing a book is the best way to get into politics هو افضل طريق تنخرط به في عالم السياسة يعني دي افضل حاجة تعملها عشان تخش العالم السياسة I greet Robert روبرت طبعا اتفق مع روز and he should know هو طبعا عرف كويس as he has written many books himself لانه كتب 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 كتير بنفسه you're right I said to them both انا طبعا برايح الاتنين قولهم عندك حق عندك حق ده لسند اللي بيتكلم طبعا however بالرغم من كده I had no plan to really write a book انا اصلا ما عنديش النية انا اكتب كتاب which shows how little we know about the future اللي بي يظهر كم المعرفة الضئيل طبعا عن المستقبل because here I am now انا قدامكو اهو دلوقتي writing a book انا انا هكتب كتاب as I had promised زي ما وعد to do even if the book had nothing to do with the social problems حتى لو الكتاب ده مالوش اي علاقة بمشاكل المجتمع in the alps but let me begin near the start of my journey to Ruitania خليني ابدأ واحكيلكم عن رحلتي بمشاكل ويليم ده طبعا عم راسندل مالو انكل ويليم ده always said كان تمالي بيقول that no man مفيش شخص should ever pass through Paris محدش يعادي من على بارس without spending 24 hours مهر ما قديلو 24 ساعة يوم يعني in the city في المدينة so I took his advice خطب نصحته and booked a night حجست ليلة بوك دي هنا معناها حجست ادي continental hotel في فندوق continental as soon as I had checked in بمجرد ان انا سجلت بياناتي I called on some old friends that I knew in the French Cav رحت او استدعيت بعض الاصدقاء اللي انا عرفهم في العاصمة الفرنسية مين هما بقى اول شخصية George Featherly جورج تشعر فيدري من جورج فيدري ذا شغل في السفارة من التاني and بيرترم بيرترنت اسم تانى بيرترم بيرترنت مارو ذا who was now a famous journalist صحفي مشهور in the city في المدينة that evening في المساء ده we all ate in a restaurant كاننا في مطعم and they told me all about the latest exciting events in باريس أصحابه الاتنين طبعا قعدوا وحكوا له على أحدث الأخبار في باريس بيرترم بالكلم دلوقتي بيقول له we have had a quite few important people visiting the city recently احنا في ناس مهمين هيزوروا المدينة او فعلا بيزوروا المدينة في الفترة اللي احنا فيها دي سيد بيرترم Anyone I know هنا راسم للبسأل بيقول حد عرفه well I met Antoinette Domopan today بيرترم بيكمل بيقول له انا قبلت شخصي اسمه Antoinette Domopan نهاردة بيرترم طبعا عليك الكلام ده you've probably heard of her انتكيد سمعت عنها she's a lady بيعرفوا يمين she's a lady who is well known for her wealth and ambition مشهورة طبعا city D بالصروة بتاعتها وطموحها wealth and ambition but she's leaving Paris today لانهاردة هتغادر باريس we don't know where she's going to next مش عارفين هي رايحة فين سوري بعد كده so why did she come to Paris I asked هنا راسم بيسأل ايه اللي قابها لباريس جورج هيرد عليه جورج طبعا لو شغل في السفارة she was a guest قاله دي كانت ضيفة of the Duke of Strelso هي كانت ضيفة للDuke بتاع Strelso Strelso دي هنعرف بعد كده كان عاصمة روريتينيا اللي هي بالضبط كده تستقبل الحفلة التتويق بتاع الملك ورائب طبعا جورج اللي قال الكلام ده I met him at the embassy بيقول انا قابلته في السفارة بكام عن ديوك مايكل yesterday he is the half brother to the king of روريتينيا بيقول ان ده الاخ بس مش ايه يعني يا من الاب بس يا من الام بس ال king بتاع روريتينيا انا عرف بعد كده انه اخو ال king بتاع روريتينيا من الاب مش من نفس الام الناس بتقول الناس بتقول he was his father's favorite son اللي هو الابن المدلل عند بابا he's gone back for the coronation ورجع عشان يحضر حفل coronation ده لو حفل تتويق الملك although I don't think بالرغم ان انا معتقدش he will enjoy it very much هيعجيبه حفل ال coronation because he probably wishes he were the king لانه اكيد بيتمنى انه بقى ال king I don't think he likes being only a duke ما اعتقدش انه بقى عجبه انه يبقى مقرد duke بيرترام الصحفي دخل في الحوار I hear he's a clever man انا سامع انه مراجل ذكي سيد بيرترام بيرترام بيتكلم جورج رد عليه لو شغل في السفارة he's extremely clever I'd say انت لو هتسأني لان اقولك ده زكي للغاية the next day جورج لو شغل في السفارة came with me جماعيه to the station and i brought attacked to my next stop للمحطة اللي بعديها اسمها dresden i didn't tell him ما حكتش للجورج that i was going to rethania انه رايح الريتانيا لان احنا زي ما قلنا من شوي انه residented من نوع السكرتيف الكاتوم شوي ما بحبش قوله هو راح فيه if i had بيقول لو كنت عملت كده لو كنت حكيت له يعني the news would have gone immediately to بيرترام اكيد الاخبار كتتتنقل بسرعة لبرترام الصحفي and then it would have been in all newspapers و هتتنشر في كل الصحف within days في خلال كام يوم just as i was about to get on the train و انا بركب القطر جورج بالظط تع السفارة and walked away to talk to a beautiful tall and fashionably dressed woman راح يتكلم مع ست beautiful طويلة لبسة لبسة عنيك of about 30 سنها تقريبا 30 سنة who's standing in the text office وقف عند شباك التساكر with two younger women وقف مع اثنين سيدات i thought these must be her servants سؤلت اكيد دول the servants طبعا بالمنظر اللي احنا شايفينه you have an important person to travel with جورج بيحكيله بيقوله انت معاك شخص مهم ع القطر يا راسندل when he returned few minutes later طبعا راح اتكلم وبعد كده رجع بيحكي لراسندل that's Antoinette دوموبان دي Antoinette دوموبان and she's going to Dresden رايحة محطة Dresden Paris was zoned behind me خلاص انا سبت Paris it was a long and pouring journey كانت رحلة طويلة ومملة and i wondered تسألت if i would see Antoinette دوموبان in the dining car اذا كنت اشوفها فعربية اللي بناكل فيها طبعا القطرات بتبقى متقسمة في عربية مثلا للنوم في عربية لتناول الطعام وهكذا when i ate in the train وانا باكل في الترين that evening or perhaps at breakfast او ربما اشوفها على الفطر the next morning تاني يوم however i didn't see the lady انا مشوفتهاش خالص again until the following day لغاية تاني يوم when both she and i لم هاية او انا got on the next train from Dresden to Ruitenia ركبنا تاني قطر من Dresden لريتانيا انا مشوفتهاش اليوم ده خالص غير لما احنا بنبدل القطرات she was further up the train هي ركبة القطر however when the guards stared at me the guards او الحراس كان هم بحلقين لي my passport هم بحلقين في الباسبورت بتاعي for some time قعدوا حبة كده before letting me into the country قبل ما خوش البلد طبعا هوا الرسم المستغرب هم اللي مركزين معا قوي كده هنعرف كم ده بعدين once in Ruitenia اول ما دخلت لريتانيا I bought a newspaper اشتريت جريدة او جرنان يعني and read that the king's coronation واريت ان الحفلة التتويق ده الملك was to be in two days time هيبقى في خلال يومين which was much earlier than I had thought وده طبعا بدري عن اللي كان في دماغي the newspaper described الجريدة دي وصفت the excitement الاسارة in the country في البلد and in particular وبالاخص the capital city العاصمة ستريلسو اسمها كده where it's said يقال all the hotels كل الفنادق were filled with people كل الفنادق طبعا مليانة بالناس who wanted to see the event اللي عوزين يشوفوا الحدث ده او حفر التتويق اللي هو اسمه بالEnglish coronation I'm reading this اول مقاردة الكلام ده I decided it would be best to stop at zenta قلت لا احسن لي لانا انزل في زنده يعني مروحش عند العاصمة على طول وانركب القطر اللي هي ايه زنده دي small town مدينة صغيرة 80 km تبعد 80 km from the capital عن العاصمة and about 10 km و 10 km from the border من الحدود here i could walk in the hills هنا بقى في زنده دي اتمشى على التلال and see the town's famous castle واشوف الكاسل او القلعة المشهورة then i could take the train وبعد كده اخذ القطر for the day بالنهار to stay also to see the coronation هنا الراسندل عايز استغلي اليومين دول ومش عايز طبعا يروح في العاصمة ويقعد في الشارع لاني طبعا لسه يومين فعلا هنستغل افضل اتمشى شوية اتفرج على المعالم المشهورة واروح تاني يوم على حفل كورونيشن عادو as i got off the train ونا نازل من الاطر اتزنده في زنده i saw antoine de moupin شفت antoine de moupin who remained اللي فضلت on the train for its journey بيكمل طبعا الاطر رحلته to the capital العاصمة but she didn't look at me ما بسط ليش اصل i was welcomed at the inn انا رحبوا بيا في الن اندي عبارة عن small hotel فندق صغير كده inzend buy an old woman في سيدة كبيرة في السن كانت بتدير ال ind who ran it with her two daughters ومعها بنتنا عندها بنتين يعني بيديروا معها المكان ده she said she was not very interested in what happened in the capital الست العجوزة دي مش مهتمية باللي بيحصل فلاصمة but she loved the duke of estrells هي بتحب the duke of estrells اللي هنعرف هي كاسمه duke michael who she called duke michael اللي هي طبعا اطلقت عليه او الناس كانت بيسميه duke michael he was the man هو الرجل who was responsible for the land around zinda المسؤول عن الارض ال بجانب zinda and its castle والقلعة او الحصن بتاعها ده in fact the hotel owner صاحبة الفندق دي said she wished the duke was the new king and not his brother يعني نفهم من كده ان الستة العجوزة دي كان نفسها duke michael يبقى ال king ومش اخوه طبعا هي تكتير تتكلم we all know duke michael الستة العجوزة اللي بتحكي الوقت احنا كلنا عارفين duke michael she explained يبقى بتشرح he's always left in reuthania طول عمره عايش في reuthania and he cares about the people وبيهتم بالناس so people like him عشان كده الناس بتحبه as for the king لكن بالنسبة ال king well he's a most stranger ده تقريبا غريب يعني مش بياضحاته في البلد يعني he's been abroad for most of his life ده عايش بره معظم حياته and not many people even know what he looks like الناس يعني ناس كتيرة متعرفش شكل now the king's staying in the hunting lodge دلوقتي ال king قاعد في حتة اسمه hunting lodge in the first في الغابة very near to zinda بالقرب من zinda from there ومن هناك he will travel to the capital هيطلع عالكابتل العاصمة for his coronation عشان يحضر حف التتوي يعني نفهم من كلام الستة دي ان ديوك مايكل عازم اخوه اللي هو مفوضي يبقى king في حتة اسمه hunting lodge وبيحضر له هو حفة الكورنيشن ومن ال hunting lodge دي هيطلع على الحفلة بتاع الكورنيشن بتاعه I was interested درسني اللي بيحكي انا كنت مهتم to hear this ان انا اسمع ده and decided قررت I would walk in the first ده انا هامشي في الغابة the next day تاني يوم saw that عشان I might see him ربما اشوفو طبعا يسود ال king الستة الكبيرة دي او الستة العجوزة بتكمل كلامها I wish he would stay there in the first ياريت ال king ده يفضل قاعد في الثرست في الغابة دي contain the woman فضل التكمل كلامها people say الناس بتقول he only likes hunting ان هو بس بيحب الصيد سيد الحيوانات طبعا and good food والاكل he should let the duke become our king ياريت وسبنا ال duke هو ليب ال king and there are many others وفي ناس كتيرة اوي who think the same ليهم نفس الرأي يعني نفسهم duke michael يبقى ال king بتاعه well I don't like duke michael سيد the older daughter بنت الكبيرة بقى ليه بنت الستة العجوزة دخلت في الحوار بتقولها لا انا بحبش duke michael they say هما بيقولوا the king has read her just like you هنا بتكلم براسانل بتقوله ان الناس بتقول ان ال king عنده شعر احمر زيك many men have read her like me I loved راساند اللي هنا بيتكلم بضحكة كده ولا ما في ناس كتير عنده شعر احمر زيك مش هاي غريبة how do you know the king has read her طبعا الام هنا بتسأل الستة كبيرة بتسأل بنتها انت عرفت منين ال king عنده شعر احمر the old woman asked her daughter تسأل بنتها جوهان the duke's servant told me البنت بتبرر او بتقولها انا عرفت ازاي بتقولها ماما ده جوهان اللي قال لي مين جوهان ده the duke's servant هو شغال خادم عندي duke michael she explained تايت تفاصل امامتها he's seen the king at the hunting lodge لانه شاف ال king في ال hunting lodge راساند اللي بيسأل بقى but why is the king here ايه اللي جاب ال king هنا if it is the duke's land لو دي ارد ال duke انت قلتي لي من شوية وبكام طبعا الستة العجوزة قلتي لي من شوية ان الارد دي تابعا ال duke michael طب ايه اللي جاب ال king هنا بيسأل الستة العجوزة ردت the duke invited him sir دلو duke هو العزم explain the old lady بتتفسر الستة دي the duke is in a strelso ال duke موجود في strelso للعزمة preparing for the coronation بيحضر لحفلة التتويق راساند الرد عليها so they are good friends اذا بما ان اخوه او duke michael تعب نفسه بيحضر له حفلة الكورنيشن اذا ده علقتهم سمنا على عسل دلو زال فلو مع بعض i don't know if you can be good friends if you want the same thing هنا طبعا الستة تقول كلام عميك شوي تقول له انا ما بيتهائليش يعني لو انت وحد تاني بتطمحوا نفس الحاجة ان انتوا ممكن تبقوا اصدقائي طبعا تقصوا الاتنين نفسهم يبقوا kings what do you mean راساند المفهم هاش بقولها فالصريلي يعني تقصوا دقي duke michael would like to be king too i'm sure هي بتقوله ان انا متأكدة اني duke michael برضو عنده طموح ان يبقى king well i said راساند بيرد عليها i feel quite sorry for the duke لما لها طبعا بتحب ال duke وكده فالها معلش انا خبر دمزع عني but it's right that the older brother becomes king بس هتعملي ايه ان انا عرفه ان الصح ان الاخ الكبير هو اللي يبقى king مزعليش نفسك يعني بيحاول يوسيها دخل حد كده معرف هوش راساندل بيقول who is talking of the duke مين اللي بيجيب سرط ال duke say the deep voice الصوت كده عميق from outside the door من خارج الباب امت الستة العجوزة بترد we have a guest johan احنا عندنا ضيف يا johan call the old lady as the man entered the room وطبعا johanda دخل الاوضة اللي هو كان بيسأل ميني اللي بيكلم عن duke when he saw me لما johanda شافني he took off his hat قلعا القبعة بتاعته طبعا دليل على الاحترام and stepped back in surprise وخد خطوة الورا كده هو متفاجئ as though he had seen something amazing كانو شاف حاجة غريبة what's the matter johan ستة بتسأله ستة العجوزة ايه يا johan فيه ايه مالك متنح يعني this gentleman come to our country جيه البلد بتاعتنا to see the coronation فيها ايه يعني ايه الغريب في كده عامة البنت بنتها ردت it's the red hair الشعر الاحمر said one of the daughters قالت واحدة من البنات we don't often see it in our country احنا بش بنشوف الشعر ده كتير في بلدنا unless you are a part of the king's family اللي لو انت من احد او فردم افراد عيلة ال king the elfbergs طبعا الاسم ده مرة علينا من شوية the elfbergs بالضبط كده اللي هو العيلة الحاكمة او الملكة theretania many of them have red hair لان معظمهم عندو شعر احمر او كتير منهم عندو شعر احمر the man continued to stare at me johan فضل ما برق او ما بحلق بطساد قال good evening sir بساء الخير يا فندم i'm sorry i didn't expect to see any new guests here سامحني انا متوقعتش اشوف ضيوف كداد هنا don't worry i said راس اندل طبعا بيقولو ما تقلقش it's late الوقت المتاخر in time i went to bed وجه الوقت ان انا انا i wish you all a good night اتمنى للجميع طبعا ليلة سعيدة thank you ladies for our conversation طبعا بشكر الانكيبر الانكيبر ليه صاحبة الهوتل ده والبنتين بتوعها i stood up to go to my room وقفت طبعا عشان اروح قطي when johan suddenly said johan مراحتك تطلع sir have you ever seen our king انت عمرك شفت ال king بتاعنا ام راس اندل راد عليه no i have never seen him لا شفتوش قبل كده but i hope to do اتمنى ان انا اشوف يعني to do so on wednesday يوم الاربع and the coronation فحفلة التتويق johan said no more johan ما تكلمش but i felt his eyes on me لاحظت انه مركز بعينه علي as i walked up the stairs وانا طالع عالسلة ده ربعا نطالع عن القطة عشرينين the next morning تاني يوم johan seemed much more relaxed كان حالته اهده شوية when he heard that i was going to strelso لما عرفت ان ارحل strelso he said i could stay at his sister's house ان انا ممكن اقعد في بيت اخته she was married to a wealthy trader and she had invited him to stay with them to stay with them to stay with them for the coronation but he was unable to go طبعا جوهان ما كانش قادر يروح i was very happy to have this opportunity and accepted his offer and accepted his offer so he said he would contact his sister and tell her to expect me that day and tell her to expect me that day so first i planned to walk for 16 kilometers through the first to the next station 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 along the line where i could catch train وياخد قطر to the capital i didn't tell johan انا محكتش لجوهان about this plan انا بفكر فيه ده as i didn't think it would be important if i arrived at his sister later in the day ما كانش طبعا يعني هتفرق مع اخته انه يروح البيت بتاعها في اليوم ده او ما يروحش هنا sisters لو تلاحظون فيه apostrophe s ومجاش بعديها حاجة بستصف حاجة مملوكة يعني بس لو جاب لي شخص apostrophe s ومحطش بعديها الحاجة مملوكة هنا معناها مكان هنا at his sisters معناها بيت اخته that day so i sent my luggage بعدت الشونة بتاعتي on to the station المحطة and said goodbye to the old lady ودعت ست العجوز دي and her daughters وبنتها and set off up the hill وطلعت على التل towards the castle طبعا عايز يتمشى after that بعد كده it was a short walk كانت تمشية قصيرة كده to get into the first عشان اروح للغابة half an hour later بعد كده بنصف ساعة i reached a castle وصلت عند الكاسل it was very old كان قديم but well built بس ما ابني كويس with a moat all around it في موت حواليه من كل اتجاه يعني كمت موت معناها خندق مائي يعني الكاسل ده موجود كده وحواليه مية من كل ناحية behind that ورا was a large modern mansion كان فيه أصر فخم which was used by the Duke of Estroso الدوك مايكل كان بيستخدمه as his country home كمنزل ريفي the mansion was reached المانشن ده كان بتصل إليه يعني by a wide road يعني فيه طريق واسع يوصل للمانشن ده but the old castle بس الكاسل could only be reached متعرفش توصل له إلا by drop bridge عن طريق drop bridge drop bridge يعني هو حاجة زي كوبري كده ممكن يتشال وممكن ينزل تاني between it and the mansion بينه وبين المانشن يعني طبعا تاني راجع المشهد كده عشان الوصف ده مهم هنا مثلا هنقول على قدنا مثلا الشمال في الكاسل الكاسل وعلى قدنا اليمين فيه المانشن بين الاتنين فيه حاجة اسمه drop bridge ده اللي بتوصل الاتنين ببعض الكاسل لو على قدنا الشمال ده حواليه mode من كل اتجاه وطبعا ما قدرش اوصل للكاسل ده غير عن طريق drop bridge اللي هو الرابط بينه وبين المانشن المانشن فيه طريق واسع يوصلني ليه يعني من الاخر كده لو عاوز اوصل للكاسل ما ينفعش اوصل له غير عن طريق المانشن بالضبط كده خش المانشن اوله بعد كده عدي على drop bridge ده وبالتالي اوصل للكاسل غير كده ما عرفش اوصله I was pleased كنت مبسوط to see that the duke had such a well defended house كنت مبسوط اوي ان انا شوف ان ديوك مايكل ده عنده بيت محصن even if he were not to become a king حتى لو هو مشابه كينغ Soon I've reached the dark first ففترة اسارة وصلت ال dark first الغابة المظلمة and I walked for about an hour فضلت ماشي طريقة متاع ساعة pleased مبسوط that the trees tall trees give me cool shade ان الاشجار العالية دي عاملة ظل not much sun reached the ground مفيش شمس وصله للارض through the many leaves عن طريق الورق الشقر الكسيف ده it was a beautiful place كان مكان رائع and after a time بعد بعد الوقت I decided to rest by lying against one of the enormous trees كررت ان انا ارتاح واسند على واحدة من الشجر العملاء ده it was so quiet المكان كان هادي جدا and peaceful and the first that I soon fell into deep sleep لدرجة ان انا استغرقت في النوم نمت يعني راحت علي النومة زي ما احنا نقول forgetting all about the train نستي القطر I should have called to Strelso لانا كنت هاخد روح Strelso and my luggage وشونة بتاعتي that would be waiting at the station اللي هتبقى استنياني في ال station محطة I was just dreaming كنت باحلم about living in the castle انا هعيش في الكاسل ده اوف زنده بتاع زنده when a voice woke me up في صوت صحاني s-w-e why look at him بص ادا it's amazing حاجة مزهرة he looks just like the king ده شبه ال king بالظبط I opened my eyes تبا رسند لو مشعفين لي بيتكلم ده بس انا عرف كمان شوية مين I opened my eyes فتحت عيني slowly بالراحة كدا and found two men looking at me لقيت اتنين بيبصولي both carried guns اللي اتنين مسكين بنادق and were dressed for hunting لبسين لبس صيد one of them was short واحد منهم كان قصير but looked very tough كان شكله ايه نايشف كدا زي ما احنا منقول with light blue eyes وعينه ازرق فاتح لون عينه يعني he looked like a soldier تحست انه قندي the other was younger التاني كان اصغر شوية thin رفاية and of a medium height متوسط الطول and he looked like a gentleman وكان شكله gentleman I later found اكتشفت بعدين out that my guesses were both correct اني تخميني ذا كان صح the older man الشخص الاكبر في السن walked up to me and raised his hat الراب لي كدا ورفع القبعة دليل على التحية يعني to me politely بأدب so I stood up ومتوقفت طبعا الشخص اللي هتكلم ثاني he is about the same height as the king too ادا ده نفس ارتفاع ال king bird هنعرف بعد كدا ان اللون الاحمر اللي انا مستدمه ده شخص اسمه colonel sapt اخذو بالك عشان ان شاء الله في ال chapters اللي جاء كلها هستخدم نفس اللون الاحمر ده للشخص ده colonel sapt he said this is really extraordinary حاجة غير طبيعية what's your name sir اسمك ايا فندم راسندل بيرد عليه وبرضو راسندل باللون الاخدر ده وان شاء الله يكمل معانا في chapters اللي جائن بنفس اللون الاخدر هنا راسند بيقوله perhaps you can tell me what your names are first طب قلولي انتو اسمكوا ايه الاول I asked if them سألتهم هم الاثنين the gentleman stepped forward تقدم with a smile ابتسامة and said of course this is colonel sapt ده الشخص التاني بيعرفه طبعا بيعرف راسندل بيهم بقوله ده colonel sapt اللي هو كان بيكلمه شوية and my name and my name اسمي is freds von turnheim اسمه تقيل شوية بس احنا ممكن نقول freds freds von turnheim we both احنا الاثنين work for the king of rothania بنعمل عندي ال king بتاع rothania i shook their hands سلمت عليهم and told them قلت لهم i'm rudolf rassendel ana اسمي rudolf rassendel i'm a traveler from england وانا مسافر جاي من england انجلترا i was an officer وكنت ضابط in the queen's army في جيش الملكة طب احنا عارفين ان انجلترا تحكمها ملكة well we are officers for our king ده طبعا freds اللي بيتكلم احنا برضو زباط عند ال king بتاعنا so we understand each other well احنا نفهم بعض قوائز بما ان احنا رجال عسكريين ست ترينهيم طبعا ترينهيم ده اسم العيلة بتاع freds راسندل راسندل كست تكون السابت قويتلي كون السابتين اقولوا يا راسندل راسندل i know are you one of the pearlesons اذا انت واحد من ال pearlesons طبعا قلنا ده لقب اخو راسندل راسندل رد my brother is a new lord pearleson انا اخويا هو lord pearleson الجديد i explain بيت اشرح so do i really look like the king هو انا بجد شوه ال king بتاعكو freds رد عليه you could be twins they are سفولة وتقسمة مصصين لانتو زي التوأم said freds كوني السابتة بالكلم دلواتي although you look like identical twins بل رغم انتو شبه توأم you don't have identical personalities بس انتم شخصياتكم مش identical مش متطبقة or skills ولا حتى المهارات بتاعتكم you two seem very different انتو الاثنين مختلفين if you were an officer لو انت يا راسندل كنت officer كنت زابط but for the queen's army راسندل يا راسندل you must be good with the sword انت اكيد بتعرف تستخدم الصيف loved sabt سابعا سابت بتكلم بدحك ام راسندل بتكلم باستغراب كده is the king not a fighting man انت عايز تقول انه كينج بتاعكم يعني مش مقاتل I asked ده طبعا راسندل بيسأل ام فردز رد the king likes to live raw الكنج بتاعنا بيحب يش مرتاح let's say خلينا نقول he prefers eating بيحب يأكل to action عن انه يتصرف او يتحرك يعني but he is a kind man بس هو رجل طيب and he is our king وهو الكنج بتاعنا we would do anything for him مستعدين نعمل عشانه اي حاجة perhaps we are like them ده طبعا راسندل بيفسر ادا ده احنا زي بعضه I said because I like to have an easy life too انا برضو بحب الحياة السهلة at this moment في اللحظة دي the voice came from the trees في صوت طلع من بين الشجر behind us ورانا فردز where are you فردز عمال بين ده يا فردز يا فردز انت فين ده طبعا كينغ فردز looked weird توطر and then said quietly to me جالي كده جنبي وكلم بالراحة it's the king the king he is coming here now ده جاي علينا تلوقتي a young man في شاب كده then came out from behind the tree تلع من ورا الشجرة in the first في الغابة and stood in front of us ويف قدامنا as i looked at him وانا ببص عليه i give out a loud cry ومتم طلع كده صيحة at the same time في نفس الوقت as he stood back in amazement اللي هو خد فيه خطوة للخلف هو مندهش to see me لما شافني except perhaps for a centimeter or two difference in height يعني فيه فرق كده بتاع صنتي اتنين صنتي في الارتفاع we looked so alike that the king of veritania might have been me رادول فرسندل يعني بالظبط كده كأن ال king بتاع ريتانيا هو انا رادول فرسندل and i might have been him the king of veritania وكأني انا هو king بتاع ريتانيا طبعا بالمنظر احنا شايفينه طبعا اللي هو مسك عصايا وبزي الصيد ده ال king ورسندل اللي هو لابس بدلة لفس العادي ده ودين هيد chapter 1 thanks for watching شكرا